السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد للمؤمن المنتخب الوطني المغربي ولائحة الكوتش والد الرقر اللوائح الكوتش والد الرقر يتسلم المنتخب يوم 31 غرش بطبيعة الحال كما عارفين ان خمسة اللوائح التي ندع لها الكوتش الرقر يتسلم المنتخب يتساعد للائحة رقم 6 التربوث العبداء يوم 9 أكتوبر ان شاء الله بطبيعة الحال نحن في 22 شتنبير 16 يوم كثبتنا على التربوث المنتخب الوطني المغربي وهو التربوث جد مهم للنخبة الوطنية من اجل طبيعة الحال الآن متعرفنا على بالضبط لا ضد التربوث المقابلات مع ليبيريا كوديفوار متعرفنا صراحة هذا مهم هذا سيخرج تقرير من الجامعة أو الخبر من الموقع الجامعة المالكية المغربية لكرة القادم في هذا الفيديو نتعرف على هذا الوائح وثمانية اللاعبين المتكوين فرنسي لعبوا تحت قيادة المدرب واليد الرقرقي لتسلم المنتخب يوم 31 غش نحن في 23 شتنبير سنة 22 يوم كما نقول سنة وثلاثة الأسابيع واليد الرقرقي في الإدارة التقنية المنتخب الوطني المغربي كمدرب المنتخب الوطني المغربي إذا ثمانية عناصر التي تكون فرنسي بطبيعة الحال بطبيعة الحال والد الرقرقي لعبوا تحت قيادة المدرب الوطني المغربي إذا نحن تعرف على الثمانية التي تكون فرنسي بطبيعة الحال وبدأوا بالكبيتالو بطبيعة الحال غالم سائس لعب الشباب سعودي 33 عام وهو عميد المنتخب الوطني المغربي لعب الشباب السعودي البطرة الإنجليزية التركية الفرنسية ولعب شيء في الصد القطارية ولكن هذه المشاكل التي يوجهها بطبيعة الحال داخل أسوار الصد القطرية لأنه لا يمكنهم إزمه بطبيعة الحال مع اللاعب الأجانب لأنهم لديهم اللاعب الكفاية كما نقول لديهم لعبية واصلة العدد الأقصى بطبيعة الحال للاعب الأجانب إذا جبروا مسألة صعبة أنهم لا يشجروا تحول الشباب السعودي أتمنى أن يقدم موسم هائل في الشباب السعودي موسم كبير لأنه كانت كأس إفريقية للأمم كانت 13 ينار عز بداء لا محالة أنه يكون في اللائحة لأنه أصلاً عميد المنتخب الوطني وبلا عميد المنتخب الوطني يقدم أحد الواجهة الكبير لعب رقم جوش سماعي قندوس عنده شيء 25 سنة يلعب بطولة برجقة في لائحة وحدة المنتخبية لائحة يونيو وكان لعب لقاء الرأس الأخضر الذي كان في الرباط وكانت أحد أنه أصلاً وكانت لديه وقفة جيدة في قلب الديفاة كان جيداً صراحةً ولعب لديه 25 سنة وكان لديه كثير من المستقبل في مجهر كرة القادم لعب منتز نقوله لا سماعي قندوس أنه لاعب منتز بطبيعة الحركة يدخل يمكن أن يدخل في المنظومات كثير من الواجهة ولكن يكون في الدورة البرجيكية 25 سنة يحسن من الموت الساودي لكي يمكن أن يخرج من البطولة البرجيكية كما لا تعلم البطولة البرجيكية ليس بطولة قوية منطقية هنا يونس عبد الحميد لاعب البطولة الفرنسية عنده 35 أو 36 عام لاعب لقلب الدفاع السيس قلب الدفاع قندوس قلب الدفاع يونس عبد الحميد قلب الدفاع هذا لاعب جميل صراحةً من لاعب مزيان منطقية البطولة الفرنسية كي لاعب بزاف دي المقابلة منطقية الكوتش في لائحة وحدة يلاق احد شوتنبر مقابلة وحدة بوركي وفوزنا بواحد الزيرو ولم يكن لعب البطولة يونس عبد الحميد لدقيقة واحدة مع المنتخب الوطني المغربي لاعب رقم 4 أيوب العمراوي لاعب نيس الفرنسي 19 سنة الكوتش نادع له مرة واحدة لائحة مارس لاعب في المنتخب الولمبي ولكن في المنتخب الوطني لاعب الكوتش واليد لائحة مارس باقي لاعب صراحة ممزين كما نقول يعتمد عليه بطبيعة النقبة الوطنية في المستقبل القريب خاصة انه يكون حددا عيني لائحة متخب الولمبي كامل الحدود لان يتلعى كأس إفريقيا حدود صعيبة وصعيبة جدا لان ذلك الجهة كامل ممكن يطلع جوجد لعب المزروع وليل يلعب كتما أعطيت الله اطلاف على الحدود لائحة أكتوبر ونوامبر إضافة على الحدود واخاية كان شوفا أنا من منظور لي لأنها صعيبة وصعيبة بزاف لشكل اسم لائحة لاعبين يتبه لكس افرقيا صراحة كان بشكل صعيب في المسألة وفي المنزل الإنسان يتبه ببطولة الفرنسية يتبه لديهم كفرينتهم في هذا اللائحة شتنبر ويتبه في آخر لحظة ضد بوركي نفسه يتبه في المنتخب الأولينبيو يتبه في ميدان رسيكا يتبه لحظه وأمير رسيكا يتبه لحظه لحظه افرقيا لعب كحتياتي تسوفيان أمراب تسوفيان أمراب باقي مجبنانوشي الاحتيات المنتج جرب المدرب يحيج بران لاعب الويداد البيضاوي مع التاش كانت كانت عطاء كبير داخل النخبة الوطاء إذا أمير ريسالي صنع عنده جميع الحضور لكي يكون حاضر معنا في كأس إفريقيا للأمم ما هو اللاعب رقم السا اللي هو أمين عادل لعب بايا بركوز الألماني لتطور اللاعب اللي حضر معنا في التربوزي لأول مرة أمين عدلي ومن الأصيص نعز الدين هنا حي لاعب منتاز صراحة أمين عدلي من اللاعبين الرائعين ممكن يعطيه الإضافة للمنتخب الوطني المغربي وكان ضد أن المكان ديالو في كأس إفريقيا ممكن يكون لأن كان ضد زكريا بخلال مهدد المكان ديالو لم تدفع لأن هناك الصيباري كان ضد أن أتبقى المنافسة بين الصيباري وبين زكريا بخلال المقعد الثالث وكان ضد زكريا بخلال المقعد الثالث وكان ضد منافسة بين الصيباري وبين بخلال وكان ضد أن الصيباري يقدر يفرز بمريان ويطلع الصيباري كأس إفريقي بطبيعة الحال ومعن عدلي كذلك يطلع لأن دوجوج العنصر لم يكن معنا في كأس العالم ممكن يطلع للكو بطبيعة الحال وممكن يطلع جوج ويطلع جيج لأنه في كأس العالم شاهدنا فقط يجوج العنصر سما شاهدنا بوخلال وجيج فقط ومن اللي كان طلع بيوند صوفيان بوفل لاعب الريان القطاري لاعب كذلك من التراز المزيه صراحة الآن كلاعب في البطولة القطرية للاسف عنده إصابة ثلاث شهور في الأحياد أكسوبرا لا يكون لعب أساسي صراحة وداخل النقبة الوطنية في الأحياد أكسوبرا لا يكون نظر لأحياد نوام يحتاجه كبير أنه لا يكون إذن كأس إفريقية ويعيشو في الكوتشير جراجي الحمد لله دي جيجي عنا غازارة اللاعبين عنا عبت الصامة زلزل فقط قصو اللمسة الأخيرة ويكون منتز صراحة عنا سوفيان راحيم لعب العلي الإماراتي لقي تتعامل الأ تعليم هو لعب أولمبيك U-Merci لأنه كانت عنده إصابة طاولة الآنات لغيباته بطبيعة حالة لكأس العالم أمين حارث لعنه بين 25 و 26 عام لعب طبيعة الحال اللي لعم معنا كأس العالم 2018 وكان قريب قريب بساق أنه لعم معنا كأس العالم 2022 ولكن الإصابة حرماته بطبيعة الحال أنه لعم معنا كأس إفريقيا للأسف الشديد أمين حارث يبقى من المواهب ومن اللاعبين المزيانين داخل ألمان دومة آلة مغربية بطبيعة الحال لعب اللي كي لعب في أولمبيك مارسيديا الفرنسي وكان قريبا لعب في شارك الألماني لعب اللي كي يتوفر على بزاف دي المهارات لاعب اللي كي يتوفر على بزاف دي المهارات لاعب اللي كناف مقالوز بوركي نافاس ودخال ما نعمل شي 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 حاجة كبيرا متزافقين على هذه المسألة 100% ولكن كي يبقى لاعب صلى الله راجع من الإصابة لاعب اللي يخصر وقت بشعثنا كندنا عنده الحضور الكاملة بشي يطلع معنا كأس إفريقيا بداخل الجهة بطبيعة الحال إضافة سوفيان بوفال والزلزولي كندنا رسولتين ممكن يطلع بداخل الجهة بطبيعة الحال أمين حارث يكون عنده منافسة من شي قوية بزاف من سوفيان الرحيمي أو من أنس الزاروري أو من إبراهيم الصلاح بطبيعة الحال أولى من اسمال إدريسي لا تكون عنده منافسة كثيرة وكثيرة بزاف لذلك كندنا أنا أمين حارث عنده بزاف دياني قتلك يا رب على دلع المنافسة للآخرين وبلا متنفس مع بوفال والزلزولي أنه صعدين صعدين وممكن هو يطلع على كوتشرجر هكي الثلاثة ديال اللي عنات اللي كالبوكا أجنيحة ديال الجانح أيمن وجانح أيصر صنح أيصر بطبيعة الثلاثة يطلع كندنا أنا عند الحضور أمين حارث كاملة باشي يطلع معانا هات كأس إفريقيا اللي عادتكوا في دولة الكوتدي بور احنا في 22 شوتنبير ويا كانت 13 يناير قل من أربعة أشهر وتبدأ كأس إفريقيا للأمم اللي عنا فيها الكوتشرجر قراجي عمل مع الجميع نصف نيائي ولكن احنا كاما غاربة كانت طمعوا أننا نفوز بهدلاكو بتاع الأفريق للمرة الثانية بعدها غيكون غياب دامة تمانية وأربعون عامنات شلي كينا شكرا